اشتركوا في القناة تستوجب التحري الحقيقة كاملة فيما يريد البرلمان الأوروبي أن ينطق به وضرورة عدم الاكتفاء باستقاء معلوماته التي يبني عليها تصريحاته من مصادر ليست فوق مستوى الشبهات وعليه أن يعتمد في ذلك على المصادر الحكومية الرسمية بأدلتها الموثقة ويؤكد الاتحاد البرلماني العربي خطورة هذا التصريح لما يمثله من تدخل سافر وغير مبرر في الشؤون الدول ذات السيادة والاستقلالية وما يتضمنه من محاولة لفرض الوصاية عليها واستنكر وشجب الاتحاد البرلماني العربي هذه الخطوة معربا عن رفضها جملة وتفصيلا لما فيها من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تكشف عن الجهل التام بحقائق الأمور في ربوع مملكة البحرين وما تشهد من استمرار وطيرة التطور الشاملة في مجال حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير ويذكر الاتحاد البرلماني العربي البرلمان الأوربي بضرورة الاعتماد على مبدأ التعاون والشراكة المبنية على الثقة مع نظرائه العرب لتبادل المعلومات الصحيحة والدقيقة وعدم التسرع بإصدار تصريحات تستند إلى رؤى أحادية الجانب ونشد البرلمان العربي أيضا جميع برلمانات العالم الحر والاتحادات البرلمانية الدولية للتصدي وإقلاق الأبواب على مثل هذه الممارسات المفتقرة لأبسط قواعد العدالة والمهنية ترجمة نانسي قنقر